مددت الحكومة السودانية بالقرار الأمريكي الخاص بتمديد قرار فرض العقوبات الأمريكية على السودان لثلاثة أشهر إضافية قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريحات صحفية أمس الأربعاء في الخرطوم إن السودان نفذ كافة الشروط الأمريكية المنصوص عليها في اتفاق المسارات الخمسة المبرم سابقا بين الطرفين ووصف غندور القرار الأمريكي بأنه غير مبرر في ظل اعتراف المجتمع الدولي والمراكبين بالتزام السودان بتنفيذ كافة الشروط نأسف لصدور مثل هذا القرار بعد هذه الفترة الطويلة من الحوار والتداخل بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية وفقا لخطة المسارات الخمس والتي باعتراف الجانب الأمريكي والأوروبي والدولي والأفريقي قد قام السودان بالإفاة بها كاملة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت الأربعاء الماضي تأجيل رفع العقوبات عن السودان لمدة ثلاثة أشهر وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس الأربعاء إن القرار يهدف لإتاحة مزيد من الوقت للإنفاذ الكامل لاتفاق المسارات الخمسة الذي تم الاتفاق عليه مسبقا بين الطرفين وفي السياق نفسه رفض الوزير السوداني صياع الخرطوم لأي شروط أمريكية إضافية مشددا على أن السودان يهتم بأوضاع حقوق الإنسان في البلاد رافضا أي محاولات لفرض رقابة على هذه الأوضاع وكان القرار الأمريكي قد وضع شروطا إضافية لرفع العقوبات عن السودان تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية في البلاد بالإضافة لالتزام السودان الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بكوريا الشمالية حقوق الإنسان ليست جزءا من المسارات الخمس وحقوق الإنسان السوداني محفوظة الكل يعلم ذلك ونظرة واحدة في هذا البلد الأمين تؤكد هذا الأمر تماما وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد قررت في يناير الماضي رفعا مؤقتا للعقوبات التي استمرت عشرين عاما واشترطت التزام السودان بتنفيذ اتفاق المسارات الخمسة خلال ستة أشهر من أجل تنفيذ الرفع النهائي